السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيكم يا شباب عاملين ايه معاكم زملاتكم منا خالد فرقة تانية عليك طبيعي عضو لاجنة البيو كيمستري كنت معاكم في شرح شابتر النيكليتايد كيمستري ودلوقتي هكون معاكم في سكشن الديناي اكستركشن السكشن ده الدكتورة اكدت عليه ان ستذكروا ماداتك جديدة متذكرهوش ماداتك القديمة عشان هو متخفف جدا وحياة كمان اكدت برضو ان هيجي في اسئلة كثيرة في الامتحان فاحنا نركز عشان يعني ايه نجمع ما يتمكن من الدرجات يعني طبعا كلين عارفين اللي احنا في زن قط ما يعلم بيها لربنا عشان بقى الأسبوع ما قبل الفاينال والبراكتيكال وكده بس افتكر ان قلم الاكتهاد بجد اهوم بكتير من قلم الندم احنا هنكتر دلوقتي وننخذ ما يمكن انخذه علشان ما نندمش بعدين نقول يا لتنا عملنا هي فترة صعبة جدا بس هتعدي فارجوك ما تنهارش علشان احنا ما عندناش option in here فاستعين باللاك كده وجده دنية اللي احنا بنجاهد في العلم في طلب العلم يعني وربنا هنصور يعني ما تقلقش في البداية بس هنننساش ندعي لزملتنا شيماء السيد زكريا ربنا يرحمها يربو ويخفل لها ويجعل مقواها الجنة نبدأ بقى احنا هنتكلم النهاردة عن الدين ايه extraction يعني ايه دين ايه extraction احنا هنكسر الدين ايه او هننزح الدين ايه حلو طب الدين ايه اصلا موجود فين نرجع كده بالزاكرة الدين ايه يا صديقي نجيب بس قلم كده جميل الدين ايه بيكون موجود جوه نيكليس صح زي ما احنا عارفين موجود هنا جوه نيكليس الكروموسوم الكروموسوم فيها الدين ايه حلو طب النيكليس دي موجودة فين موجودة جوه السل السل دي محطة بايه بسل ممبرين طب حلو احنا بقى عايدين هو نفعل كل هابل عشان نطلع الاستيب معنا هنجح المؤكد هنجاح هنجح المؤكد أيها Point الأول نقصر سلم معنا ونجحن متفوق ذلك ونجحون برضو حوالي ممبرين فاحنا هنكسر هلو وبرضو الخلية فيها أورجنالس تانية سواء بقى ميتوكوندريا انتبلازم الكريتكولم جولي أباريتس أي حاجة هنكسر برضو كل الأورجنالس ايه ليه؟ عشان برضو نخلي الدين ايه لوحده وحيد كده حلو بعد بقى منكسر وكل حاجة تبقى عايمة بعضها هنيجي الفاينال ستفس الفاينال ستفس احنا هنحتاج نرصب الدين ايه يعني بص احنا هنكون معنا سائل كده كل حاجة عامة في بعض فهنكون محتاجين الدين ايه يترصب تحت بص يترصب يبقى نقط كده عايزين نرصب الدين ايه وبعد ما نرصب الدين ايه بقى هنحتاج نبيوريفايت يعني ايه نصفيه من الاخر عشان هو يبقى فيه شوية شوائف فهنحن هنحتاج نصفي الدين ايه فتاني بالراحة كده هنقصر الدين ايه او هننعزل الدين ايه ازاي هنقصر الحاجات اللي حواليه من سل ممبرين ونيوكلار ممبرين وكل ارجنالس بعد ما نعمل كده هنحتاج نعمل نعمل دين ايه عشان كل حاجة هكون عامة في بعض فهنحن هنرصبه في اخر الاتيوب كده زي ما احنا شايفين وبعدين نقوم نصفيين بقى الدين ايه ده ليه بقى هنصفي الدين ايه عشان اول حاجة نتأكد من الوجوده اصلا ان فيه دين ايه معنا في العينة اللي احنا بنعملها والكواليتي بتاعته ان هو ما يبقاش فيه شايف احنا بنصفي ليه او بنعمله عشان ما يبقاش فيه ايه شايف فالكواليتي بتاعته تبقى عالية حلو ده بالنسبة للايه دين اي اكستركشن طيب لو الدكتورة بقتي تسألك ازاي احنا كنا بنفهم ورا هي هتسألك ان الدين اي اكستركشن بيبقى فيه ايه ستري نسيسري ستبس ملخصا يعني اللايسيد والبريسبتيشن والبريسبتيشن يعني اللايسيد احنا بنكسر تكسير زي ما قلنا هنكسر الممبرين والنيوكلس ممبرين واي اورجانال الحوالين حلو تاني استبهها البرسبتيشن احنا ايه هنرصب الترسيب هنرصب الدين ايه تحت في اخر التيوب بعد ما كسرنا كل حاجة حلو الاخر حاجة بقى البيورسبتيشن اللي هي التصفية هنصفي الدين ايه عشان يبقى دين ايه نقيق ده في بريق يعني عينها كده شكلها لذيذ تبقى عينة دين ايه سليمة حلو ده بالنسبة لل ايه لثري نسيسري ستبس يبقى تاني الدكتورية ما تيجي تسألنا في العمل يتقول لنا ايه ثري نسيسري ستبس اللي بتوعي الدين ايكستركشن هنكتب لايسيد بيرسبتيشن ويه بيوري فيكيشن ده كل لو حد يعني مزنوق بيبصنك فانتحفظ التلاتة دول ومش مهم التفاصيل حلو طيب ايه اللي ستبس بقى اول ستب تاني احنا هنكسر السليلر ونيوكلير منبراين برضو تاني ستب احنا لكنا الموضوع بشكل تفصيلي شوية هنكسر البروتين يعني اول حاجة هنكسر الممبراين بعد كما هنكسر البروتين طب احنا هنكسر البروتين ازاي لو الدذكورة برضو سألت ايه الحاجات اللي ممكن نكسر بها البروتين السولت پريسبيتيشن ل coins لقى هنكسروا بمحلول ملح او يعني ايه برضو دلوقتي الانزيمات عبارة عن ايه عن بروتينات فاحنا هنكسر الانزيمات بايه بالانزيمات اللي بتكسرها اللي هي اللايزس اللي هي الحاجات اللي بتكسر حلو فهي الام هنكسروا بمحلول ملح لا اما بإجريدت انزيمات يعني يحط انزيمات بتكسر البروتين حلو ده بالنسبة للتكسير بتاع البروتين اللي موجودة في الخلايا بقول حاجة هنكسر السلمنبرين والنيوكلاس ممبرين بعد كنكسر البروتينات لإما عن طريق سولت أو ايه انزيمات فيه استيب بقى اختيارية اللي احنا بنكسر ال ايه ال ارن ايه برضو عن طريق بروتين اللي هو اسمه لايز اللي هو ال ارن نيز اللي هي الايز برض وده حاجة اوبشنال يعني مش لازم تتعمل والدكتورة مأكدتش علي حلو حلو طيب بعد بقى مكسرنا كل حاجة هنرصب ازاي عامين نقول ترسيب هنكسر باننا نستخدم الالكوهول وده سؤال امسكي وبحث ودكتورة برضو اكدت عليه لو قالت لك احنا بنعمل الالكوهول لدين ازاي هنتقول لك عن طريق اللي احنا بنزود الالكوهول حلو بعد ما زودنا الالكوهول بقى خلاص كده وصفنا العينة وكسرنا وجدنا الدين ايه هنحتاجنا ايزوليتد اللي احنا تاني اتفقنا اللي هو البيورفيكيشن هنصفيها من كل حاجة شواب زيادة ونعمل لها rehydration يعني هادلوقتي هتبقى نشفة هنقوم حاطين عليها محلول تاني علشان تبقى hydrated ليه بقى عايزينها تبقى hydrated يعني برضو انا مش فاهمة ليه علشان نعرف نستخدمها ونخزنها هادلوقتي خلاص كسرنا السامبل اللي معنا وخرجنا منها الدين ايه وكسرنا كل حاجة حواليها وحطينا عليها كحل رصبنها وبعدين نزعناها فاحنا عايزين بقى نحفظها في حاجة تبقى hydrated تبقى فيها مية ليه بقى عشان نقدر نحفظها ونقدر نستخدمها تاني في الاناليس الجاي حلو؟ فعشان كده الدي نيكتراكت كامبي ستويت انطيل لسبسيكون تاناليسي احنا ممكن نخزنه لحد التحليل الجاي طب احنا هنعمل كده ازاي احنا نحفظه في مكان hydration أو hydrated حلو؟ حلو طيب ده بالنسبة للستابس ايه بقى السامبلز؟ السؤال ده مهم 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 وانا متأكدة في صراحة يعني انه هو جايب الامتحان فده 100% اكزامن شاد دكتورة اكيت عليه اكيت على السامبل فهي ما تيجي تسألك كده السامبلز ايه طيب في سامبلز بتاعة الدي نيكستركشن؟ فانت هتقول لها حاجة من التسعة دول وانا مقسمها لك شانت بقى يعني ايه لقيه الحفظ الزهل اول حاجة الحاجات تدليت بالبلود اللي هو ال whole plot sample او البلازما او سيرم كلهم عبارة عن بلود بس ده بلود مفصول مثلا دي البلازما لوحدها ده سيرم لوحده فده ال whole plot sample اما ال whole plot sample او بلازما او سيرم تعارفين الحاجة دي من الفيسيولوجيا او تيشوذ من الجسم او حتة اجزاء من الجسم طب ايه بقى الاجزاء من الجسم دي تيشو بويبسي ده حتة بتبقى جايبها من الانر اورجن من اورجن كده جوة ممكن ويفدي ويأخذو حتى من الكليه حلو؟ أو، مثلا إنه عباهة جديد إنه زرع بكتريا بيثه هو برضا أنت بظهر quilطور تيل أو بكتر صغير بيثه يضح اسمه إيدا من اللعب في جسمك السلايف اللعب مثلا اللي هي حاجة من بوقك أو البراثن أبايت تشو دي بتاخد عادي جدا عينة من جلدك وتقوم حطها في باراثن يعني هو دي السامبلز اللي هي اللي عبارة عن تشوز حلو؟ طيب آخر كاتيجري معنا هي اللي هي اللي هي السريبرو سباينال فلاود أو اللي هي الفلاودز عم بطا هو الفلاودز اللي في جسمنا لما أميناتك فلاود اللي هو الحمد الأميلي اللي بيبقى انت في بطن وامتك يعني اللي هو اللي في الامبيريو في الست الحامل ده الأميناتك فلاود التريبرو سباينال فلاود اللي موجود جوه السين اس والسباينال كورت اللي هي الخلال الجزعية يعني حلو؟ فتاني السامبلز دي هنخفضها زي هنقسمها زي ما نرقسمها كده لثلاثة كاتيجري حاجات عن الدم اللي هو اللي هو البلوت سامبل أو البلازما أو السيرو حلو؟ أو التشوز اللي هو التشو فييوبسي أو الكالتر سيل واميناتك فلاود في الغالب هتجيب لك تلاتة فانت احفظ الفلاود سريبرو سباينال واميناتك أو البلوت سامبل كلهم حلو؟ يعني فوقك من الحاجات اللي هو صعبة بالنسبة لك بس هي الموضوع صهري وبسيط يعني لو انت حفظته بالترتيب ده ده بنسبة للايه الطيب في بلوت سامبل حلو؟ حلو نخش طيب على المثود الطرق اللي احنا هنكسر بها دين ايه؟ احنا قلنا هنكسره وبعدين نرصبه وبعدين اسمه ايه ده؟ نصفي دي الخطوات بشكل عام طيب احنا الخطوات دي بقى بنعملها ازاي؟ لإما بطريقة كاميكال أو بطريقة فازيكال الكاميكال دي هنستخدم فيها عادي جدا حقيقة حاجات كميائية أو بطريقة فازيكال هنستخدم فيها حاجات فزيائية سهلة جدا نبدأ بالفازيكال طيب عشان هو أقل طيب الفازيكال ده إما هستخدم مغناطيس كده بيسحب الدين ايه بس يعني هو مغناطيس بيحب الدين ايه فانا معايا سامبل كده وحط عليها السامبل ايه جواها يعني ايه جواها مثلا الpload sample جواها دم فانا هجيب المغناطيس بتاعي الدين ايه وحطه عليها خلاص يسحابي الدين ايه عادي جدا أو paper dna extraction ورقة كده برضو بتحب الدين ايه قوم حطها على نفس السامبل اللي معايا هي sample دول سامبل كده اللي احنا رسلنا بالازرق ده هحط الpaper دي جواه السامبل وبردو هتقوم بسحب الدين ايه دي بنسبة لحاجات الفازك مافيش اي حاجة chemical فيها حلو حلو طب ايه بقى الحاجات الchemical الchemical طبيعي تتقسم معانا لاي الحاجتين organic وين organic organic دي حاجات عضوية طب الorganic ده اسمه ايه phenol chloroform method دي طريقة كده احنا معانا السامبل اهي الطريقة دي بكل بساطة بتحول السامبل دي لجزئين جزء طايف فوق ده سنرسم كده جزء طايف وده بيقادين ايه وجزء تحت كده وده ما تبقى من ايه الخلاق ما تبقى من السامبل والطريقة دي مش بتستخدم ومش حلوة عشان احنا يعني حرفان بنصفي الدين ايه بملقاط كده احنا بنجيب مش هات دين ايه بقى خلاص على واش احنا بنجيبه بملقاط فدي مش طريقة uncommon حلو حلو ده بالنسبة لالorganic بيستخدم حاجات جير عضوية معانا تلات طرق واللي هو السولتنج اوت اللي انا بحط ملح بحلول ملح وده برضو طريقة مش عملية او بروتو كينيس تريتمين اللي برضو بكسر البروتين بحط حاجات بتكسر البروتين بكسر البروتين عشان يفضل لالدين ايه وده برضو طريقة مش محببة الطريقة بقى المحببة او اللي هو ايه الساليكا جل الدكتورة لو سألت ايه طريقة الماصد كامن إحنا بنستخدمها kunnen هي الساليكا الجل طب ايه الطريقة الساليكا الجل او الا حاجة الساليكا ده مادة كده بتسحب الدين ايه دين عاملين زي السفينجة بزبط كأنه نحطنا السفينجة في العينة فالسفينجة دي صحبة الماء برضو الساليكا الجل بنحطها دور العينة تقوم بسحبة دين ايه طب احنا ليستخدمنا ساليكا علشان الساليكا دي لو جينا عصر النواه لكن هناك مواد ثانية لو جئنا وضعناها في صاحبة الدين ايه تأخذوا حق المكتسب نحن سالي كجل عشان هي تسحب الدين ايه بس و برضو عندما نريد أن نخرج الدين ايه منها تخرجه طبعا هذه كلها تفاصيل أنا أقولها عشان تفهم لكنها ليست مهمة أبدا في العملية هي أدوك أن تسأل على كل الهبل هي تسألك بكل بساطة ايه الكاميكا الميثود ايه الكاميكا الوفيزيكال طب الفيزيكال هي عبر عن ايه هتقولها ماجنت وبيبر دين ايه ماجنت بي دين اي اي اكستركشن وبيبر دين اي اكستركشن هذه هي حاجات الفيزيكال طب ايه الحاجات الكاميكال هتقولها عندنا اورجانيك والنان اورجانيك اللي هو الفينول كلوروفورم والنان اورجانيك بس انت بتحفظ عنوين الشرح العبث الكتير ده أنا بس عشان تفهم لو انت مش حبه خلاص انت بصمك ودين هتبقى زال فل يعني آخر عنوان معانا وهو الدسكريمنايشن ويهو ن ان انا بميز العينة ازاي هميز العينة ديسكريمنايشن يعني تمييز وانا هميز العينة ازاي عندنا 3 تكنيك 진メ fulfilled plat الان ايه يكلامت نبدأ بالالالكتروفوريتج جيد من اسمها الالكتروفوريتج الي lunaticي انا بستخدم كهربه وزاي ما باين في الصورة ده يحنا هحطانا، اليكتروت سيطينة في الكتروت فانا بحط كهربه في العينة. وفي الآخر بيحصل separation. العينة بقى بتتنطور كده زي ما احنا شايفين كل حتة بتروح في حت وده عبارة عن physical separation. ليه physical? لعشان انا استخدمت فيها كهرباء. طب هيه physical. ما انا استخدمتش اي حاجة كاميكا لهنا. هي physical separation والseparation ده بيحصل على اساس حاكرين. الموليكيلر ويت والشيء. يعني وزن العينة وزن الحاجة. التقيل تحت من الآخر هنا التقيل والخفيف فوق والخفيف فوق ده بالنسبة للوزن او الشيء. حلو؟ حلو. فتاني الالكتروفوريتك هو separation بس اغني فيه الكهرباء. وعشان انا بس اغني فيه الكهرباء فهو بقى physical separation والفايزيكال separation ده بيبقى depend على حكتين. البنوكيلر ويت والشيء. بص اللونج باد بص بيقولك هنا في الصور حتى اللونج باد فين وشورت باد فين. طبع فوقك من الهبل ده احنا ملياش دعوه بالتفاصيل دي عشان عملية دي معقدة جدا. بس احنا دلوقتي السؤال هيجلنا ازاي؟ يوم ما يقولك discrimination technique انت هتقوله الثالثة اللي هو electrophoretic وهيبردزيشن والالترنتيب للالكتروفوريتك. طب لو سألك بقى الالكتروفوريتك ده عبارة عن ايه؟ هتقوله physical separation ويبيدبند على molecular weight والشيء. ده السؤال اللي هيجي لك. لكن تفاصيل بقى والتقيل فين وخفيف فين وطويل فين وصير فين ده مش هيجي. حلو؟ بس انا تاني بفاهمك. حلو؟ طيب. اول حاجة electrophoretica. تاني حاجة الايه؟ الhyperdization. يعني ايه hyperdization? يعني ايه الكلام الكبير ده؟ hyper اول حاجة يعني هاجين. طب نقرأ الاول. حان نشوف. hyperdization هيعبارة عن visualization. يعني ايه برضو visualization؟ يعني بشوفه بعيني. بعيني يعني. مرقية ملائخ. فانا بشوف الحاجة دي بعيني. بشوفها ازاي عن طريق probe. طيب الكلام جميل جدا. يعني ايه بقى؟ طيب انا بشرح والحاجات دي برضو مش مهمة hyperdization فانا بعمل يعني dna هاجين. عن طريق البروب. ايه البروب دي؟ دي عينة انا بعملها في المعمل. احنا معي هنا عينة dna بدور عليها. حل? فانا عملت منها probe. او عملت منها عينة ايه? dna. او RNA عشان ابني عليه بقى dna. فالRNA ده مسكت فيه حاجة. بصوان هاخدر دي. منورة. ليه الحاجة اللي مسكت فيه حاجة منورة? عشان يبين ما هو visualization اللي انا اشوفه. فهو لازم حاجة بتنور. حلو? حلو. فانا حطيت البروب ده جوه العينة اللي معينة. والبروب ده بيمسك في الدين ايه? اللي بس complementary. ليه. مش هيمسك في اي دين ايه تاني. حتى بيقولك اهو. حتى في الصورة اللي انا جايبها لك. اللي هو لو هو مسك في دين ايه مش بيماتش معاه. فالعينة هتكسر فهو مش هينور. ولكن هنا يمسك في الدين ايه اللي بيماتشه او complementary. ليه. هينور. فانا هشوفه. حلو? فده شرحي مبسط جدا للعملية. انا بعمل بروب في المعمل. البروب ده بحطه في العينة. البروب ده بيمسك في الدين ايه اللي انا بيدور عليه. فانا هشوفه. فبس. فانا عرفت كده اميز ال ايه الدين اللي انا بيدور عليه. حلو? طب سأقول برضو هيج ازاي? هيقولك الhyperization assay عبارة عن ايه? فانت هتقوله visualization. والvisualization ده بيتعمل ازاي? عن طريق اللي انا بستغنى فيه البروب. حلو? حلو. طيب. طبعا التفاصيل كتيرة فاحنا هنبصمجها ازاي? ساني بس نمسح العبال ده. اوكي. التفاصيل كتيرة هنبصمجها ازاي? الvisualization زد ايه? hyperdization. زد زد. يعني اول ما يجي لك hyperdization فانت نفتكرها visualization. والvisualization دي اللي انا مش عارفة انطقها عن طريق ايه? البروب. حلو? حلو. طب اللي بورا كانت ايه? كانت electrophoretic. electrophoretic عن طريق ايه? الفيزيكل. اي حاجة electrical فهي physical. حلو? حلو ده بالبصمجها. طب الelektrical دي عبر عن ايه? molecular weight والشيء. تاني انا بفكرك بس احنا ان شاء الله تخرج من الاستكشن مش محتاج تحفظي. احنا حنحفظوا احنا احنا من كتر التكرار. اخر حاجة بقى? هو ال ايه? الالترنتيب. الحاجات البديلة للالكتروفوريتك. هتفقنا الالكتروفوريتك دي كهرباء. فانا لو مش عايزة كهرباء بالعينة هعمل فيها ايه? هعمل فيها حاجتين. لاما هعديها على high performance liquid chromatography يعني ايه? يعني حاجة كده تقنية حديثة جدا. انا مش فهمها بصراحة بس هي حديثة جدا. بص في كمبيوتر. فهي طلعوا فيه كمبيوتر فهو حديث جدا. فانا بحط العينة بعد كده بتحصل على حاجة. المهم يعني بتترسم في الجراف. فاحنا بنقوم عارفين بقى يعني في رسمة معينة للدين ايه? فاحنا بنعرف بقى من الرسمة دي للدين ايه فين بالظل. حلو? كده الدوء ده بيعدي على العينة بتاعتنا والدوء ده بيتقسم على اساس الماس. بس هوا ما فيش اي حاجة فازي كان فيها. انا ما كربتش العينة. لأنا عدت مجرد عدت عليها دوء. فالدوء ده بيبدأ يتكسر على حسب الماس اللي بيعدي عليه. حلو? حلو. فهو بيقولك اللي هو بيقدر يدسرمين الـ size والـ sequence من غير مستخدم electro force. من غير مستخدم اي كهراء. حلو? حلو. التاني كان بيقسم لنا الـ mass اللي هو الـ electro force يعني. الـ mass والـ shape الـ size والـ shape. لكن هنا دلوقتي هو بيقسم لنا الـ size والـ sequence. بس من غير مستخدم اي كهراء. حلو? حلو. فإيه برضو الحاجات الـ alternative ليها انها يلايط عليها كده عشان تبضل فاكرينها الـ high performance liquid اللي هو الـ HBLC يعني. والـ mass spectrometer دي الحاجات اللي هي الـ alternative اللي هو الحاجات البديلة للـ electro force حلو? حلو. طب. ننخص الـ discrimination. اتفقنا اللي هو الـ electro phoretic. والـ hyperdization والـ alternative للـ electro freezes. الـ electro freezes عبارة عن ايه? physical separation على اساس molecular weight والشيء. الـ hyperdization عبارة عن visualization. انا بشوف الحاجة بعيني. انترى اللي بستخدم ايه? الـ pro. اخر حاجة اللي هي الـ alternative الحاجات البديلة للـ electro freezes من غير كهرباء. هو high performance liquid chromatography اللي انا بحط اللي هو الـ HBLC. حاجة ما بستخدمش فيها كهرباء. والـ mass spectrometer دوء بيعدي على العينة اللي معيه وبيتكسر على اساس الـ mass. ودي بستخدمها من غير electro freezes. بستخدم فيها يعني المأباة ببعرف فيها الـ mass sequence من غير مستخدم ايه كهرباء. حلو? ده بالنسبة للـ discrimination. نريع كده معلش pre-free على الـ section. اتكلمنا عن ايه نهاردة? اتكلمنا عن D-A extraction. لانا ازاي اخرج الدين ايه? قلنا هننزعو عن طريق اللي احنا نقصر الـ cell membrane و نيكلاس منبرين وكل الأرجانال اللي حواليه. وفي الآخر هنرصبه وبعدين هنصفيه. عشان ايه؟ نزهر الدين ايه ده والـ quality بتاعته. حلو؟ الـ 3 necessary steps اللي ما الدكتور هتسأل عليهم الـ lyset والـ precipitation والـ purification. ما تاني ما يسألك الـ DNA extraction necessary steps lyset اللي انا باكسر والـ precipitation برصب والـ purification اللي هو انا باكسفي. حلو؟ حلو؟ الـ steps عبارة عن ايه؟ انا ببدأ اول حاجة باكسر cellular membrane والـ nuclear membrane. بعد كده اكسر البروتين سواء عن طريق الـ salt او الـ enzymatic integration والـ optional steps اللي هي الـ RNAs لو سألك ايه الحاجة الـ optional هي الـ RNAs dehydration. مش حاجة مش اساسية. حلو؟ حلو؟ طيب برصب الدين ايه بايه؟ اهم عدية اهم نقطة برصب الدين ايه بايه؟ بـ using الالكول. حلو؟ حلو. طيب اللي بسيبه ايه بايزوليت كده ولا بحطها ليه مياه؟ لا بخليه rehydrated. بخليه hydration التاني. عشان اقدر استخدمه كمان مرة. حلو حلو. طيب ايه عينات السامبل اللي هو الاكيد هتيجي في الامتحان. قسمناها لـ اول حاجة اللي هي علاقة بالدم اللي هي الـ whole blood sample والبلازما والسيروم. والتاني حاجة اللي هي علاقة بالتاشو. اللي هو الـ pyopsy والcultured cell اللي هي المزرعة بتاعيه البكتيريا. والباكالسواب اللي هي الحاجة اللي من بؤئنا. او اللي هو السلايفا اللي بييأخدها من بؤئنا. والبرافين امبدال تاشو. اللي هو تاشو من جسمنا. واخد حتة من الجلد وحطها في برافين. ليه برافين عشان يحافظ عليها. حلو؟ افتكر البرافين بتاع الايه؟ الشمع. احنا بنحافظ على جلدنا اللي هو المرتب اللي في الشمع. فهنت افتكر اللي هبنحطه في برافين. حلو؟ حلو. ثالث كاتيجري معانا هي اللي هي الفلاودز. الفلاودز اللي في جسمنا عبارة عن ايه؟ سريفروس باينال فلاود. اللي هو موجود في ال CNS. والاملاتك فلاود اللي هو بيقاف البطن الست الحامل اللي هو اللي بيكون عين فيه. حلو؟ حلو. احفظ الحاجة دي قوي عشان هي بحمال كبير جدا. ستيجي في الامتحان. بعدين اتكلمنا عن المتد. وعرفنا ان هي في منها كاميكال وفي منها فازيكال. وعرفنا ان كاميكال واي هو فازيكال. وعرفنا ان الكاميكال في منه الارجانيك٤ الارجانيك الالهوا الفنول مادر ومان بيستخدمش والارجانيك الاله الالسلط والبروتوكاي نيز والالاتنين ما بيستخدموش والشيء ولا هي الساليه جيل والشيء الى شائع ص transgender والبردو بترقيته perf weekends بسواak الجيل هي اجي سيقولك الكميكال الكميكال الارجانيك ولمان ارجانيك الاللدا و V répond والسلط والبروتينيز ك spos وme地ه الساليه جيل والفايزيكال عباره عن مائنات وPaper of DNA Extraction فهي مغناطيس وورقة Paper وA وMagnet حل؟ حل ده من نسبة المثال آخر حاجة كلمنا عليها Discrimination هميزه ازاي كلمنا عليها كتير جدا اللي هو Electrophoretic وHyperdization و Alternative to Electrophoretic اتفقنا للـ Electrophoretic حاجة Physical وبيتتأسم عساس المolecular weight والشيب وHyperdization ZZ Hyperdization Visualization وعن طريق الإيه الـ Prove وآخر حاجة الـ Alternative اللي هو الحاجات البديلة للـ Electrophoretic ودي بتغني فيها حاجتين Mass Spectrometer والHPLC حل؟ ودي حاجة من غير اي بيتحدد لنا Size و Sequence من غير نستخدم اي حاجة لها علاقة بالكهرباء او Electrophoreces حل؟ وكده نكون وصلنا لاخر السكشن اتمنى تكونوا حافظتوا وفهمتوا واستعبتوا كل حاجة ويكون سكشن لذيذ خفيف وتلمى بيه درجات وكلكو تقفلوا ان شاء الله العملي بتاع وبالتوفيق يا رب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا